مره واحد سألني سؤال وقال لي هو في السماء في درجات قلت له اه النجم يمتاز عن نجم في السماء قال طب لما خلي اللي اشوف اللي نجمه احسن مني دي متخلنيش اغير منه قلت له لا اصل توزيع الانصبة في السماء زي توزيع العقول في الارض ربنا لما وزع العقول في الارض كلها مش زي بعض في زكي وفي اسكى وفي اضعف وفي اغدى ولكن كل واحد راضي عقله كل واحد راضي بوضع عقله عشان كده لو جيت حتى للمجنون ويقولت له يقولك لو جبت لي ميت عقل على عقلي ما يرضنيش غير عقلي فهنا بيبقى الرضى للكل لان ملء من الله في دائرة المحبة الالهية في الاتحاد الكامل يملأ الكل وبعدين الملء بتاعه هيبقى ازاي شوف بقى اتجاه الروح القدس اعطى البعض ان يكونوا رسلا وده العهد الرسولي وده عهد مش هيتكرر بدأ بالتلاميذ وبالرسل وختم ببولس الرسول قال عنه يهوزة الايمان المسلم مرة للقدسين يعني في عهد الرسل دلوقتي تاني لا عشان كده بولس قال لو جيت انا بولس نفسي نزلت دلوقتي وسطيكم او ملاك من السماء وبشرناكم بغير ما بشرناكم به فليكن انا ثيما اي محروما فعهد الرسل ده اللي ادانا من متى للرؤية من الكتاب المقدس جه الروح القدس قدم لنا عهد الرسل عهد الرسل ده ختموا بختم في اخر سفر رؤية اللي يزود على الكلام ربنا هيزود عليه ضربات واللي يحزف من الكلام هيحفز اسمه من سفر الحياة ده العهد الاولاني وده عهد الرسل العهد اللي يبقى بعديه بعد انتهاء عهد الرسل يجي العهد التاني البعض انبياء ده موجود في عصرنا كله يعني انبياء بولوس وضح هي ايه هي النبوة قال لان النبوة هي التعليم والوعظ والتعزية تعليم يعني بنشرح الايمان المسيحي للناس الوعظ بندعوهم لقبول المسيح التسلية او التعزية تعزية الحزانة والمتألمين وتجديدهم وصبرهم اللي وقعين في تجاربه ودي قالها بولوس الرسول واما التنبه فهو كذا كذا فدول الانبياء اللي ربنا اختارهم عشان يكلم باقي اعضاء الجسد الواحد وداهم هذه الانبياء تعليم اللي هي تفسير كلمة الله انت تقرأ الانجيل وبعدين تقول انت بص تلاقي حد من المعلمين وقف يوعظ في حتة ويشرحها تقول انا قريتها كذا مرة بس ما فهمتش معناها زي ما فهمهاني مش هو اللي فهمها لك روح الله القدوس على لسانه فهمها لك وفهمها لك ادي نمرة اتنين انبياء نمرة ثلاثة مبشرين والبعض مبشرين ايه هو التبشير التبشير اللي هو انك تدعو الناس لقبول المسيح اشتركوا في القناة